رحلة التعافي من الخيانة أين كان التعافي هيبقى تعافي فردي أنه فيه شخص انسحب من العلاقة وأنهاها وده يعني ما بنلومش عليه يعني ما حدش يقدر يلزم حد بحاجة هو مش هيقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وقلنا أنه الأزواج دلوقتي أصبحوا أكثر تسامحا من زمان كانوا زمان 95% بينفصل تماما وبينهي الزوجة من حياته لما بدخول دلوقتي لا إحنا بنشوف فعلا في العيادات وفي مركز الإرشاد الزواجي لا الأزواج أصبحوا أكثر تسامحا دلو أسباب بقى يعني ثقافية وحضارية وحاجات كتير يعني الزوجات قدرتهم على التسامح مع الخيانة إحصائيا أكتر يعني لقوا أنه 80% بيقدروا يعني يعدوا هذا الحدث وهنقول برضو بيعدوه في حالة إيه و20% بيقدروش فهنا التعافي برضو له شروط وله أحوال يعني مثلا لو دي أول خيانة تختلف عن أنه ده راجل كل يوم بيخون مع واحدة طيب أي ولو إنه الشخص ده في مزايا وفي حسنات كتيرة وله رصيد كبير ده برضو أدعى إنه هو بيدي فرصة لتجاوز الخيانة لو برضو الست دي لها تاريخ كبير كويس وبعدين فجأة حصل الزلة دي حتى الأزواج سعاتي سموها زلة مش خيانة يعني ما بيسمها وبعدين مستوى الخيانة اللي سعاتي سموها نزوة آه الخيانة دي هل كانت مكالمة في تليفون هل كانت بتاع تهنئة مبعوتة أو مستقبلة أو حاجة ولا كانت خيانة عاطفية ولا خيانة جسدية كل دي عوامل هتقول إحنا هنمشي في تعافي شكرا آه زوجي ولا تعافي فردي صحيح وسعات المشكلة بقى إنه في بعض الأحيين اللي الخيانة بتقلب عند حد من الطرق حد من الطرفين حتى حتى من الطرفين إلى واجع نفسي عميق ما بيتمشيش كده بيحتاج سعات علاج زواجي يعني ما بيقاش بس بيحتاج بس جلسات إرشاد زواجي لا بيتحتاج العلاج زواجي وعشان كده احنا عندنا مسلسة مسلسة تعافي لازم ن في نقطة بس هقولها إنه في ناس كتير بيزعلوا قوي لما يقولوا إن الستات بيعني 80% منهم عندهم القدرة على تجاوز حدث الخيانة للزوج و20% ما بيقدروش ده إحصائيا وده على فكرة ليس إنه المجتمع بقى زكوري والمجتمع بيقبل الخيانة من الراجل وقلاش من الست لا لأنه الست دي التعارف دي اللي بتحمل النسب ودي اللي بتربي الأولاد والمرأة أو الأم هي مستودع الفضيلة لأ حدثك فأنا بعتبر ده تكريم للمرأة طبع مش إن ده ظلم ليه يعني أنا أقول لأ حدثك حاجة زي ما أقول مثلا الدكتور عمر مش عارف حد قال لي ده قابلت الدكتور عمر وشفت بيشها بسجارة مثلا لا أعوذ بالله إزاي أعوذ بالله مش ممكن هل ده ظلم للدكتور عمر إنه مش من حقه إنه هو يعمل حاجات ناس كتير بتعملها لا ده تكريم له دكتور عمر دكتور عمر أنا أعرف إنه لا لا يمكن إنه هو يعمل حاجة زي دي صحيح